طلاب الصف الخامس الابترائي السلام عليكم ورحمة الله وإهلا بيكم معي ودرس جديد من دروس مادة الدين وهو درس غزوة أحد بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر بعون الله عز وجل عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة المنورة واستفرحة أهلها بعد المسلمين منتصروا يا ولاد في غزوة بدر زي ما احنا قلنا الدرس اللي فات أو الفيديو اللي فات عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة وستفرحة أهلها يعني أهل المدينة كانوا فرحنين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصروا على مين؟ على قريش هذا الانتصار الذي كان له أثر سلبي في نفوس مين؟ كان ليه أثر وحش بس في نفوس مين؟ المشركين بسبب أنهم اتهزموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طيب إيه هي أسباب غزوة أحد يا ولاد؟ بعد مرور عام على غزوة بدر بعد سنة بالضبط يا ولاد من غزوة بدر زاد لدى المشركين شعورهم بالرغبة في الانتقام من المسلمين لاستعادة مكانتهم بين القبائل المشركين بعد سنة من غزوة بدر اللي اتهزموا فيها المشركين على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان عندهم رغبة شديدة في الانتقام وإن شكلهم بقى وحش بين القبائل فحبوا يستعيدوا مكانتهم فكفى عملوا إيه بقاه قرروا قتالهم قتال مين؟ النبي وأصحابه وجمعت قريش ثلاثة آلاف مقاتل كانوا في غزوة بدر قد إيه؟ كانوا ألف بقيادة أبو جهل لا هنا بقى قريش زودت عدد الجيش بتاعها خلتوا ثلاث تلاف مقاتل بقيادة مين؟ أبي سفيان بن حرب أبي سفيان بن حرب وخالد بن الوليد بقيادة مين؟ أبي سفيان بن حرب اللي أسلم بعد كده وخالد بن الوليد اللي برضو أسلم بعد كده بس في وقت غزوة بدر كانوا لا يزالوا كفارا وكان وقتها إيه؟ مشركين حيث توجه بالجيش نحو المدينة المنورة طبعا حيث يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني راحهم بالجيش بتاعهم ده نحو المدينة المنورة اللي فيها النبي وأصحابه نيجي بعد كده يا أولاد لزمان غزوة أحد ومكانها كانت فين غزوة أحد؟ وقتها كان إمتى؟ كانت الغزوة في السابع من شوال من السنة الثالثة للهجرة بالضبط بعد غزوة بدر بسنة كانت الغزوة في السابع من شوال يوم سبع شوال السنة الثالثة للهجرة ووقعت عند جبل أحد ووقعت عند جبل يا أولاد عند جبل أحد الذي يقع بالقرب من المدينة المنورة بيقع أريب من المدينة المنورة وسميت غزوة أحد نسبة برضو لمكان الغزوة زي غزوة بدر برضو سميت غزوة بدر نسبة لأرض بدر اللي قامت عليها المعركة يبقى غزوة أحد وقعت سميت بهذا الاسم نسبة لجبل أحد الذي وقعت عنده الغزوة وذلك بالقرب من المدينة المنورة جاب الأحد موجود بالقرب من المدينة المنورة نيجي بعد كده يا أولاد مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه النبي أشار على أصحابه بإيه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنية المشركين لما وصلوا الخبر إن المشركين عاوزين إيه يهجموه والصحابة جمع أصحابه رضوان الله عليهم واستشارهم في كيفية مواجهتهم يعني أن لهم هنعمل إيه دلوقتي وهنواجه قريش إزاي واتفق الأغلبية الذين لم يشاركوا في موقعة بدر أكثر الصحابة اللي كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي ما شاركوش في غزوة بدر أو في موقعة بدر اتفقوا على إيه على الخروج من المدينة إلى جبل أحد قالوا له يا رسول الله إحنا شايفين إننا نخرج من المدينة ونروح عند جبل أحد لتكون الحرب خارج المدينة علشان الحرب وبهدلتها ما تبقاش بوا بلدنا المدينة فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية بالخروج إلى جبل أحد وده يدل على قمة قمة الديمقراطية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال لهمش إيه لا أنتو غلط ده أنا القائد ده أنا كلامي الصح لا ده سمع كلامهم وشف رأيهم بعد ما استشرهم وقال إن رأيهم هو الصح ومشي عليه اللي هم مين الأغلبية يعني اللي أكترهم اتفقوا عليه إنهم يخرجوا يقابلوا قريش عند جبل أحد بره المدينة اللي هي بلدهم وتجهز جيش المسلمين المكون من ألف مقاتل يبقى جيش المشركين كان كام كان تلات تلاس بقيادة مين أبي سفيان بن حرب وخالد بن الوليد طب المسلمين كان عددهم كام كانوا ألف التقوا فين عند جبل أحد القريب من المدينة المنورة ولكنه خارج المدينة المنورة يعني حبه يكون تكون الحرب المسلمين حبوا تكون الحرب فين بر المدينة المنورة بعد كده يا أولاد الاستعداد للغزوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيستعد للغزوة هو وأصحابه في أثناء ذهاب المسلمين إلى جبل أحد بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه هو المسلمين لجبل أحد وطبعا الجيش المسلمين كان بقيادة مين النبي صلى الله عليه وسلم انسحب ما يقرب من ثلاثمائة مقاتل من المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين إيه الحكاية دي والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طريقه إلى جبل أحد علشان يواجه مشركي قريش عند جبل أحد إيه اللي حصل ما يقرب من تلتمية من الجيش بتاعه اللي هو الجيش المسلمين الجيش المسلمين كان كام ألف فجأة انسحب من الألف دول حوالي تلتمية مقاتل طب إزاي ما هو لأنهم كانوا منافقين يا أولاد كانوا بيكذبوا على النبي ويقولوا له إحنا مؤمنين وهم مخبيين الكفر في قلوبهم فطبعا كانوا المنافقين دول لما رحوا للجد بقى جم لحظة جد وهم طبعا بيتحكوا على النبي بيقولوا إحنا مسلمين وهم كذبين ده كفرين كفرة فلما جات اللحظة بتاعت إن احنا هنحارب عملوا إيه إيه نسحبهم يعني إيه اتحججوا وقالوا يا رسول الله ده إحنا يعني تعبنين عندنا أولادنا عندنا مش عرف إيه المهم تحججوا علشان ينسحبوا من جيش المسلمين كانوا قد إيه أولاد الناس المنافقين دول حوالي تلتمية كانوا بقيادة مين الرأس بتاعهم يعني المصيبة الكبيرة بتاعتهم رأس الأفعة كان مين با أكبر المنافقين وراجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول الراجل ده كان رأس المنافقين يعني كان منافق أصعب وحد فيهم كانوا بيتكذبوا على النبي ويقولونه إن إحنا مؤمنين وإحنا معاك وكل ده كذب فلما جات اللحظة الحاسمة إن النبي وأصحابه والجيش بتاعه هيواجه قريش عند جبل أحد انسحبوا التلتمية دول بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول مما أدى إلى إيه أولاد قلة عدد جيش المسلمين من ألف الكام لسبعمية قلة عددهم لدرجة لحد سبعمائة مقاتل لأن التلتمية طلعوا من المنافقين نيجي بعد كده يا أولاد لتنظيم الجيش وأمر مهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر جيش المسلمين في طريقه إلى جبل أحد فضى الجيش المسلمين بعد ما طلع منهم التلتمية المنافقين مستمرين في طريقهم لجبل أحد وبعد وصوله بدأ صلى الله عليه وسلم في وضع خطة لحماية الجيش من جميع الجوانب بدأ النبي بقى يضع خطته كقائد للجيش إزاي يحمي جوانب الجيش ما يجيش حد يهجم عليهم من اليمين من الشمال قدامهم من وراهم يبقى مقام من الجيش فأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الجبل النبي وقف الجيش من بداية الجبل من أول الجبل ليه؟ حتى لا يلتف جيش المشركين حولهم علشان جيش المشركين لما هيلقوهم في مكان واحد هيلفوا حواليهم ويقتلهم ونبقى خلصنا ويبقوا خلصوا مننا لكن لا النبي كانت دماغه دماغ عبقرية ما حطوهمش في مكان واحد كان موزع الجيش في مناطق فحطوهم ابتدى أنه يوقف الجيش من أول إيه؟ من أول الجبل ثم اختار مجموعة من الرماه مجموعة قسمهم لمجموعات مجموعة الرماه بقيادة مين؟ عبد الله بن جبير وهم المسؤولون عن رمي السهام إitolه يرموا السهام يبقى مجموعة الرماه كانوا انه باختر مجموعة للرماه بقيادة مين يا ولاد؟ بقيادة عبد الله بن جبير اللي هم المسؤولين عن رمي السهام على المشركين وطلب منهم أن يقفوا على التل التل ده ما كان أعلى شوية أقل من الجبل بس ما كان أعلى من الأرض وهو تل موجود بجوار جبل أحد تل كده موجود بجوار جبل أحد ده كان النبي أحدد إن الله يقف على التل ده مين مجموعة الرماه اللي بقيادة عبد الله بن جبير لحماية جيش المسلمين مجموعة الرماه دول هيقفوا على التل اللي جنب جبل أحد علشان يحموا المسلمين الجيش يحموا الجيش لو جا حد يهجم عليهم فجأة الرماه يقوى واخدين بالهم مفيقين وأمرهم صلى الله عليه وسلم بوضوح بعدم النزول منه بعدم النزول منين من على التل مهما كانت نتائج المعركة مهما كانت نتائج المعركة قال لهم ما تسيبوش التل ما تسيبوش مكان كلنا حددته لكم ده كلام القائد النبي صلى الله عليه وسلم ليه حتى لا يلتف خالد بن الوليد من خلف التل على الجيش علشان خالد بن الوليد طبعا قبل ما يسلم كان لسه مشرك وهو في غزبت أحد علشان ما يلفش من وراء التل وبالتل يهجم على مين على جيش المسلمين فالنبي قال لمجموعة الرماه ما تسيبوش التل نيجبا يا ولاد لأحداث غزوة أحد وصل جيش المشركين إلى جبل أحد لتبدأ المعركة جيش المشركين خلاص وصل فين لجبل أحد خلاص المعركة حتبدأ وفيها ظهرت شجاعة المسلمين وقوة الخطة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في الوقت ده شجاعة المسلمين وقوة الخطة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للحرب ونزل عون الله عز وجل على المسلمين عون ربنا عز وجل ومساعدته نزلت على المشركين وعجز المشركون عن الوصول إلى جيش المسلمين فعلا جيش المشركين كان عاجز أنه يوصل لجيش المسلمين لأن جيش المسلمين كان مستعد كويس قوي للحرب دي وهو ما أدى إلى تراجعهم من ساحة المعركة من اللي تراجعوا ورجعوا الوراء وخافوا المشركين وبدأت بشائر انتصار المسلمين تظهر بدأت بشائر ان المسلمين هينتصروا كمان في غزوة أحد طبعا يا ولاد ده مثلا صورة تقريبية كده ان ده جبل أحد وده تل الرماه اللي هو مكان مرتفع من الأرض بس أقل من الجبل ودول المسلمين هم هين يعني قريبين من التل والمشركين جايين لهم من الجهة دي لكن يا ولاد حصلت حاجة غيرت مسار أو طريق غزوة أحد خالص المسلمين كانوا على مشارف الانتصار خلاص لكن حصلت حاجات غريبة حدث غير مسار غزوة أحد حين رأى الرماه طبعا الرماه اللي هم مين اللي قاعدين على التل اللي النبي قال لهم ما تسيبوش التل مهما حصل شافوا لما الرماه رأوا تراجع المشركين لما شافوا المشركين خايفين وبيرجعوا الوراء خلاص ظنوا أن المعركة انتهت قالوا ده الايه ده المعركة خلاص انتهت والمسلمين فازوا فعملوا ايه ما سمعوش كلام النبي المفروض ان هم كانوا وقفين على التل ما يسيبوش زي ما النبي قال لهم لأ لما شافوا المشركين بيتراجعهم قالوا ده كده المعركة خلصت والمسلمين خلاص انتصروا فترك أغلبهم التل أغلب المسلمين سابوا ايه التل اللي هو المجموعة بتعرماه ليشاركوا في جمع مكاسب المعركة إلا قليلا منهم يعني أكترهم راحوا فين راحوا علشان يشوفوا ايه اللي جمعوه من المكاسب في المعركة دي إلا ناس أليلة اللي فضله وقفين على التل احترما لكلمة النبي إن النبي قال لهم ما تسيبوش التل لكن أغترهم ايه راحوا يجمعوا المكاسب فناداهم قائدهم عبد الله بن جبير ده كان قائد الرماه اللي كان على التل ناداهم وقال لهم لا تنزلوا ولا تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم ما تنزلوش ما تسيبوش التل ما تخالفوش أمر النبي لكن هم عملوا ايه لم يستمعوا لندائه ما سمعوش كلامه وعندما رأى خالد بن الوليد طبعا كان من جيش الكفار أو المشركين ذلك عندما رأى خالد بن الوليد ذلك اللي حصل استغل الفرصة والتف من خلف التل جاء من وراء التل وقتل بقية الرماه أتى لللي كان وقفين على التل وما رحوش يجروا مع الناس اللي سابوا التل وما سمعوش كلام النبي فعمل ايه خالد بن الوليد جاء من وراء التل وأتى لللي كان وقفين ثم سعد التل وبعضين طلع التل لمكانهم لينادي أبا سفيان علشان ينادي على أبا سفيان قائد المشركين قائد جيش المشركين ليعود إلى أرض المعركة يعني قال له تعالى أرجع ده أنا قتلت اللي كانوا على التل وخلاص يعني ايه احنا هننتصر مش المسلمين اللي هينتصروا في تلك اللحظة قتل أحد المشركين حامل راية المسلمين في الوقت ده واحد من المشركين قتل الراجل المسلم اللي كان شايل الراية بتاعت المسلمين المشرك قتله ظنا منه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرك ده قتل الراجل اللي شايل راية المسلمين ليه لأنه افتكر أن اللي شايل الرية ده هو النبي فرح قتله المشرك اللي قتله لكنه كان الصحابي الجليل مصعب ابن عمير يبقى اللي كان شايل راية المسلمين مين كان الصحابي الجليل مصعب ابن عمير اللي أحد المشركين قتله لأنه كان فاكر أنه مصعب يبقى مين يبقى النبي فطبعا لما سيدنا مصعب وقع ومات المشرك قال ده مين إن هو كده قتل النبي فرح نادى بصوت عالي وقال إيه قتلت محمدا هو افتكر إن هو قتل النبي فالمسلمين ظنهم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقتل بجد ظن المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فاختار كثير منهم العودة إلى المدينة لحمايتها كتير من الصحابة في اللحظة دي قالوا إيه دهنا لازم نرجع المدينة حالا بلدنا علشان نحميها لإن كده المشركين معنا إن هم قتلوا النبي يبقوا هيدخلوا يهجموا على مين على المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقف دي كلها لا يزال يقاتل النبي أصلا ما متشو على حاجة ده كان بيحارب كان يقاتل بكل شجاعة ومعه قليل من المسلمين يحاربون وكان معاه نس أليل من المسلمين بيحاربه لتبدأ بطولات عظيمة منهم للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن وطنهم وعقيدتهم أمام جيش المشركين القليل من المسلمين اللي كانوا بيحاربوا مع النبي دول يا أولاد كانوا بيحاربوا بكل شجاعة وكانوا بيستميتهم إن هم يحنوا النبي ويدفعوا عنه وعن وطنهم اللي هو المدينة وعن عقيدتهم أمام المشركين إيه نتائج غزوة أحد بقى يا أولاد انتهت غزوة أحد باستشهاد سبعين من المسلمين يبقى كم قتل منا المسلمين في غزوة أحد سبعين منهم مين عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وكانت الغلبة لمين للمشركين مع إن غزوة أحد لما ابتدت زي ما احنا قلنا كانت الغلبة المين وكان النصر المين للمسلمين لكن الرماه اللي كانوا وقفين على التل لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتغير مصار الغزوة تماما وبدل ما المسلمين اللي ينتصروا انتصر المشركين وده طبعا لما ما سمعوش كلام النبي ونزلوا من على التل فحصلت الإشاعة بتاعت مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وده زي ما قلنا لما المشرك أتى للشيل الراية بتاعت المسلمين ظنّا منه إن اللي شيل الراية ده هو النبي مع إنه كان مين كان الصحاب الجليل مسعب بن عمير فصعب عليهم الأمر صعب الأمر على مين على المسلمين وكان يوما مشهودا بشجاعة المسلمين فكانوا يحاربون بكل قوة رغم قلة عددهم المسلمين اللي ثبتوا وكانوا بحربهم كانوا رغم قلة عددهم كانوا بحرب بشجاعة وببسالة لحماية وطنهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إي يمسسكم قرح أي إي يصبكم قتل وجراح ونتعلم من هذه الغزوة وأحداثها أن اتباع أمر رسول الله أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هما طريق النصر والعزة وأن مخالفة أوامرهما طريق الهزيمة زي ما حصل للمسلمين في غزوة أحد الرماه مجموعة الرماه اللي سبوا التل لدول مش كانوا كده خالفوا أمر النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تسيبوش التل مهما كانت نتائج المعركة درس جميل وبسيط ودلوقتي نشوف الأسئلة والأجوبة بيقول لي صف تأثير الانتصار في غزوة بدر على المسلمين والمشركين المسلمون فرحوا بالنصر أما المشركون فتركت الهزيمة عليهم أثرا سلبيا ده بالنسبة لغزوة إيه أولاد؟ لغزوة بدر طيب نيجي بقى الغزوة أحد ما أسباب غزوة أحد؟ واحد رغبة المشركين أو كفار قريش في الانتقام من المسلمين لأنهم اتهزموا في بدر فعاوزين يجيبوا حقهم لاستعادة مكانتهم بين القبائل طيب متى وأين حدثت غزوة أحد؟ طبعا متى كانت في 17 من شوال عام 3 هجرية؟ طب امتى أين عند جبل أحد بالقرب من المدينة؟ كيف استعدت قريش للغزوة؟ جمعت قريش 3000 مقاتل بقيادة مين؟ أبي سفيان بن حرب وخالد بن الوليد كيف استعد المسلمون للغزوة؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم في كيفية مواجهة المشركين واتفق الأغلبية على الخروج من المدينة إلى جبل أحد لتكون الحرب خارج المدينة خارج بلدهم ووافق الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية وتجهز جيش المسلمين المكون من ألف مقاتل طب ماذا حدث في أثناء ذهاب المسلمين إلى جبل أحد نتيجة ذلك؟ يعني نتيجة إن دا رأيهم رأي الأغلبية انسحب ما يقرب يعني يؤصد إن هو في أثناء ما هم رايحين في الطريق إلى جبل أحد إلا حصل إن سحب ما يقرب من تلتمائة مقاتل من مين؟ من المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول وبذلك قل عدد جيش المسلمين من ألف الكام لسبعمية بس طيب بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرماه بقيادة عبد الله بن جبير أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقفوا على التل لحماية جيش المسلمين وأمرهم بعدم النزول مهما كانت نتيجات المعارك طيب لماذا؟ ليه النبي أمرهم بكده؟ ما يسبوش المكان وذلك لحماية جيش المسلمين علشان يحموا جيش المسلمين طيب كيف صارت الأحداث في بداية غزوة أحد؟ ظهرت شجاعة المسلمين وقوة الخطة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى ذلك إلى إيه؟ عجز المشركين عن الوصول إلى المسلمين مما أدى إلى تراجعهم وظهرت بشائر انتصار المسلمين طيب لماذا ترك أغلب الرمات أماكنهم؟ ظنضا منهم أن المعركة انتهت وكيف أثر ذلك على مسار غزوة أحد؟ مسار غزوة أحد كان ماشي في البداية إن المسلمين هم المنتصرين إيه اللي غير المسار؟ لما حصل ده استغل جاء خالد بن الوليد الفرصة والتف حول التل وقتل بقية الرماه وضاع النصر من المسلمين طيب أذكر نتائج غزوة أحد استشهاد سبعين من المسلمين سبعين رجلا من المسلمين وانتصار المشركين طيب ما سبب هزيمة المسلمين بعدما أبلوا بلاء حسنا في المعركة؟ سبب هزيمة المسلمين إيه؟ مخالفة الرماه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النزون من التل وإشاعة موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتين مع بعض طب ماذا نتعلم من أحداث غزوة أحد أن واحد أن اتباع أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم طريق النصر والعزة وأن مخالفة أوامر الله عز وجل ورسوله طريق الهزيمة ودلوقتي يا أولاد نحل الأسئلة مع بعض النشاط الأول اختل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد انتصار المسلمين في غزوة بدر كان له أثر إيه على المشركين إيجابي ولا ضئيل ولا سلبي برافو عليكم كان له أثر سلبي يعني أثر وحش عالميين على المشركين اتنين وقعت غزوة أحد بعد مرور عام ولا عامين ولا ثلاثة أعوام على غزوة بدر برافو عليكم عام تلاتة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الفرسان ولا المشاه ولا الرماه فوق التل بعدم النزول مهما كانت النتائج اللي كانوا فوق التل كانوا مجموعة مين يا أولاد برافو عليكم مجموعة الرماه أربعة كون المشركون جيشا به ثلاثة أربعة خمسة آلاف مقاتل المشركون كان جيشهم عدده قد إيه برافو عليكم ثلاثة آلاف مقاتل طيب حامل راية المسلمين في غزوة أحد كان مين خالج بن الوليد مسعب بن رمير أم أبو بكر الصديق برافو عليكم سيدنا مسعب بن رمير رضوان الله تعالى عليه النشاط اللي بعد كده ده علامة صحي أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد انسحب من جيش المسلمين ما يقرب من ثلاثمائة مقاتل قبل الغزوة برافو عليكم يا أولاد الإجابة صحيحة اتنين استغل خالد بن الوليد نزول الرماه والتف من خلف التل على جيش المسلمين ممتازين الإجابة أيضا صحيحة تلاتة إشاعة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لم تؤثر في نفوس المسلمين طبعا يا أولاد الإجابة خاطئة إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أثرت في نفوس المسلمين بل غيرت مسار غزوة أحد كانت في البداية انتصار المسلمين وانتهت بانتصار المشركين اللي بعد كده يا أولاد كانت غزوة أحد في اليوم السابع من شهر شوال برافو الإجابة صحيحة خمسة تعلمنا غزوة أحد ضرورة الالتزام بأوامر القائد طبعا يا أولاد الإجابة صحيحة وطبعا شفنا في غزوة أحد إيه اللي حصل بعد ما كانت الغزوة انتصار للمسلمين بسبب إن ما سمعوش كلام القائد اللي هو أسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنهزموا النشاط اللي بعد كده الفراغات في الجمهة المستعينة بالمناسب مما يلي عبد الله بن جبير النصر حمزة بن عبد المطالب هزيمة مشهودا واحد استشهد مين رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يا أولاد برافو عليكم حمزة بن عبد المطالب إشاعة أن نبي صلى الله عليه وسلم قد قتل كانت من أسباب نقط المسلمين كانت من أسباب إيه برافو عليكم هزيمة المسلمين ثلاثة نادى مين رضي الله عنه الرماة قائلا لا تنزلوا ولا تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مين اللي نادى الرماة برافو عليكم عبد الله بن جبير أربعة كان يوم أحد يوما نقط بشجاعة المسلمين يوم أحد كان يوم إيه برافو عليكم كان يوما مشهودا بشجاعة المسلمين خمسة في اتباع أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم طريق نقط والعزة طريق برافو عليكم طريق النصري والعزة النشاط اللي بعد كده بيقول لي أكمل الشكل مستعينا بالكلمات الآتية الرسول صلى الله عليه وسلم استشهاده خالد بن الوليد شوال جبل مكانتهم بيقول لي هنا غزوة أحد أسبابها واحد انتقام المشركين من المسلمين بعد أن هزموهم في بدر والسعادة نقط بين القبائل والسعادة إيه برافو مكانتهم بين القبائل طيب اتنين وقتها كان يوم سبعة من شهر إيه عام ثلاثة هجريا برافو من شهر شوال طيب مكانها عند نقط أحد عند إيه برافو عليكم عند جبل أحد أربعة المسلمون بقيادة مين والمشركون بقيادة أبي سفيان بن حرب والأول المسلمون بقيادة مين برافو عليكم المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركون بقيادة أبي سفيان بن حرب ومن كمان وخالد بن الوليد طيب خمسة انتصار المشركين هو نقط سبعين من المسلمين وإيه برافو واستشهاد سبعين من المسلمين النشاط اللي بعد كلا يولاد بيقول لي صل العبارات في العمود الأول بما ينواسبها في العمود الثاني واحد استغل نزول الرماتي وحول هزيمة المشركين إلى انتصار فمن هو برافو خالد بن الوليد اثنين قائد الرماتي القائل لا تنزلوا ولا تخالفوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم من هو برافو عبد الله بن جبير طيب حاملوا راية المسلمين في أحد واستشهد فيها برافو عليكم مصعب بن عمير رضي الله عنه أربعة رأس المنافقين الذي انسحب من الجيش مع ثلاثمائة آخرين من رأس المنافقين برافو عبد الله بن أبي بن سلول طيب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استشهد في غزوة أحد فمن هو ممتازين حمزة بن عبد المطالب النشاط اللي بعد كده يا ولد بيقول لي استغلاله رتب أحداث غزوة أحد ترتيبا زمنيا استغلاله نزول الرماء وهزيمة المسلمين انسحاب ثلاثمائة مقاتل من جيش المسلمين تراجع المشركين وبشائر انتصار المسلمين توجه ثلاثة آلاف مقاتل من جيش المشركين نحو المدينة الرماء من التل رغبة المشركين في الانتقام لقتلهم في غزوة بدر ايه أول حاجة حصلت يا ولد أول حاجة حصلت طبعا رغبة المشركين في الانتقام لقتلهم في غزوة بدر اتنين طبعا اتنين توجه ثلاثة آلاف توجه ثلاثة آلاف مقاتل من جيش المشركين نحو المدينة تلاتة انسحابوا ثلاثمائة مقاتل من جيش المسلمين أربعة تراجع المشركين زي ما احنا قلنا اللي هي مكتوبة يعني تراجع المشركين وبشائر انتصار المسلمين خمسة نزول معظم الرماه من التل ستة استغلال نزول الرماه وهزيمة المسلمين النشاط اللي بعد كده بيقول لي صل كل حدث بالنتيجة المترتبة عليه لما كانت واحد رغبة المشركين في الانتقام لقتلاهم في غزوة بدر فعملوا ايه؟ برفع عليكم النتيجة كانت توجه المشركين بجيش به ثلاثة آلاف مقاتل إلى المدينة اثنين استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كيفية مواجهة المشركين كانت نتيجتها ايه؟ الاتفاق على الخروج من المدينة إلى جبل أحد طيب مخالفة الرماه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزولهم من التل كانت نتيجته استشهاد سبعين من المسلمين وانتصار المشركين النشاط اللي بعد كده بيقول لي ضاع علامة صح أسفل ما تعلمته من غزوة أحد أو من أحداث غزوة أحد نتعلم من غزوة أحد واحد الشورى واحترام رأي الأغلبية برافو طبعا الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع القائد أكيد تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة يعني فضل مصلحة على غيري؟ لا طبعا التعلم من الخطأ وعدم الاستمرار فيه؟ طبعا تحمل المسئولية؟ أكيد النشاط اللي بعد كده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد عرف عبد الله بن أبي بن سلول برأس إيه؟ المشركين؟ ولا المنافقين ولا المحاربين؟ برافو برأس المنافقين اتنين أمر رسول صلى الله عليه وسلم الرماه بأن يقفوا فوق خلف بجانب التل برافو فوق التل طيب اتفق بعض ولا كل ولا معظم الصحابة رضوان الله عليهم على أن تكون الحرب خارج المدينة معظم برافو ما هو النبي قال معظمهم يبقى معظم من الصحابة بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انسحاب المنافقين في غزوة أحد ألف ولا سبعمائة ولا ثمانمائة مقاتل بعد انسحاب المنافقين المنافقين كانوا كام؟ تلتمي هما في الأصل كانوا كام؟ ألف يبقى بقى معه من؟ سبعمائة برافو عليكم يبقى بقي معه صلى الله عليه وسلم سبعمائة بعد كده يا أولاد انتهت غزوة أحد باستشهاد سبعين ثمانين تسعين مسلما ممتازين باستشهاد سبعين مسلما النشاط اللي بعد كده ده على ما تصح أمام العبارة الصحيحة ولا ما تخطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد كان عدد جيش المشركين في غزوة أحد ألفي مقاتل برافو عليكم الإجابة خاطئة كانوا 3000 مش ألفين اتنين انسحب من جيش المسلمين 700 من المنفقين برافو عليكم انسحب من جيش المسلمين كان 300 مش 700 طيب كانت غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة برافو عليكم الإجابة صحيحة أربعة كانت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم ناجحة في هزيمة المشركين برافو عليكم الإجابة صحيحة لولا إن الرما ما سمعوش كلام النبي أو خالفوا أمره كان زمانهم كسبوا طيب مخالفة الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سبب الهزيمة في أحد طبعا يا ولاد الإجابة صحيحة آخر نشاط لنا في درس النهاردة اقرأ الآية الكريمة ثم أجب نداولها آمنوا الظالمين قرح قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين برافو طيب بيقول لي ما الحدث المقصود في الآية الكريمة برافو عليكم هزيمة المسلمين في أحد وبكده يا ولاد نكون أنهاينا درس اليوم إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم